استقبل يوم أمس رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي المدير العام للتعاونية الأفريقية لإدارة المخاطر الذي جاء ليقدم شكره لشادة لانطمامها للتعاونية الأفريقية محمود حسن سامبو المزج من التفاصيل بما أن البلاد تعتبر ضمن الدول الحديثة العضوية في التعاونية الأفريقية لإدارة المخاطر حيث وافقت الجمعية الوطنية في شهر مايو 2017 على اتفاق يتعلق بإنشائها في البلاد لذلك فإن المدير العام لهذه التعاونية الأفريقية محمد بيافوقي قد جاء إلى البرمان بهدف التقديم الشكرى إلى رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي على انضمام البلاد لهذه التعاونية ففي خلال هذه المقابلة التي استمرت زهاء ساعة فقد شرها المدير العام لهذه التعاونية لرئيس الجمعية الوطنية مختلف المهام التي تقوم بها فيما يتعلق بإدارة المخاطر الطبيعية ذلك ما عبر أنه بعيد خروجه من المقابلة كما أكد بأن هذه التعاونية ستهمل للقارة الافريقية سيما للسكان الذين يمارسون الزراعة المعلومات المختلفة التي تساعد بها الاتفاقية في حالة الجفاف والفيضانات وغير ذلك من الكوارث الطبيعية لذلك فقد جاء تأسيس هذه التعاونية من قبل الرؤسال فارقة في شارين وفامبر عام 2012 في مدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا